بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية ضرب الزوج لزوجته أو ضرب الزوجة لزوجها كمان هنتكلم على الشجار لو شاف الرأي إن حصل شجار أو عراق بين الأزواج هنهارب برضو أهم التفسيرات أولا لما تشوف المرأة إن هي بتضرب زوجها في المنام أولا من الرؤى اللي بتدل على حصولها على منفعة كمان ضرب الزوجة لزوجها من الرموز اللي بتدل على ود وعلى محبة أحيانا ضرب الزوج من زوجته أحيانا بتدل على حقوس حمل في القريب أما رؤية الشجار لما يشوف إن هم بيتشاركوا بيتخنقوا مع بعض فمن الرؤى اللي بتدل على وجود بالفعل خلاف ما بينهم في الواقع أو هيحصل خلاف في الواقع كمان أحيانا بيدل على محاولة الطرفين إن هما يكون ما بينهم ود وإحترام ولعكس لما تشوف المرأة إن زوجها بيدربها ويتشوف إن هي بتتدرب قدام ناس هي مش عارفاهم أحيانا بيدل على تشوف السر كمان لما تشوف الزوجة إن زوجها بيدربها بالحزاء أو بيدربها بالقدم فدي إهانا هي هتتعرض لها أحيانا ضرب الزوج لزوجته من الرموز اللي بتدل على مسندة الزوج لزوجته في أمر معين أو في قرار معين برضو ضرب الزوج لزوجته من الرموز اللي بتدل على الحمل ضرب الزوجة باستخدام أهل حدد زي السكين أو زي السيف فبرضو من الرموز اللي بتدل على إخفاء الزوجة لسر عن زوجها والسر ده هيتم كشفه اشتركوا في القناة